بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الطلاق مروتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق وكنا قد توقفنا عند قول باب في كراهية الطلاق قال أبو داود رحمه الله باب في كراهية الطلاق ثم ذكر رواية عن محارب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق قلنا أن المحقق قال عنها أنها رواية ضعيفة كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق قلنا أيضا أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة بيقول في ذلك في هذه الواية دليل على أن ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى هو محبوب وإلى ما هو مبغود وقال الإمام الخطبي رحمه الله معنى الكراهية فيه منصرف إلى السبب الجالب للطلاق هو سوء العشرة وقلة الموافقة الدعية إلى الطلاق قال يبا السبب الأمر الكراهة ينصرف إلى السبب الجالب للطلاق هو سوء العشرة وقلة الموافقة الدعية إلى الطلاق قال لا إلى نفس الطلاق فقد أماح الله تعالى الطلاق يبا نقول أن الطلاق مباح الطلاق مباح ولكن قال أن الكراهية تنصرف إلى السبب الداعي لذلك الطلاق وفي غالب الأحوال يكون من سوء المعشرة ومعلوم أن الله تعبد العباد بحسن المعشرة وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف وأن الرجل يطالب بمعاشرة المرأة بالمعروف وكذلك المرأة تطالب بحسن معاشرة الرجل وبالتالي قال يبا السبب الجالب إلى الطلاق نقول الطلاق أساسا مباح ولكن دايما ننظر إلى السبب الداعي لذلك الطلاق فنجد أنه من سوء المعشرة وقلة الموافقة الدعية إلى الطلاق قال لا إلى نفس الطلاق فقد أباح الله تعالى الطلاق وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بعض النساء ثم كانت المراجعة طلق بعض النساء وبالتالي نقول يبقى الطلاق مباح الطلاق مباح وهذه روايات التي اشتغلت على ألسن الناس أبغض الحلال لله عز وجل للطلاق يبقى دي كلها روايات ضعيفة روايات ضعيفة فنقول أصل الطلاق مباح ولكن بالنظر إلى السبب الداعي لذلك الطلاق من سوء المعاشرة أو عدم توافق الطباعة بين الزوجين أو كسر ذلك الشقاق بين الزوجين فنجد هذا في غالب الأحوال هي الدوافع إلى ذلك الطلاق الدوافع إلى ذلك الطلاق وبالتالي نقول أن الله تعالى أمر العباد بحسن معاشرة وعاشرهن بالمعروف بدي عبادات كما قلنا في تحقيق الإنسان لما أمر ربنا سبحانه وتعالى لذلك قال أيضا وكانت ابن عمر امرأة يحبوها وكان عمر يقرأ صحبة ابن عمر لهذه المرأة فشكاه إلى رسول الله صلى سلم فدعا به فقال عبد الله طلق برؤتك فطلقها قالوا ألا هو لا يأمر بأمر يكرهه الله عز وجل لما أمره النبي صلى سلم بتطليقها قال أن النبي صلى سلم لا يأمر بأمر يكرهه الله سبحانه وتعالى وطبعا معلوم أن الأب إذا أمر الولد بذلك ولكن طبعا بفيد وعي هذا عمر بن خطاب رضي الله عنه يعني لما دعا ولده إلى تطليق مرأة لا نقول النداح يبا داعي هوى أو غير ذلك لا ولكن نقول كان يبغض هذه المرأة يبغض هذه المرأة فكره لابنه أن يكون مصاحبا هذه المرأة ونقول على ذلك أن عمر خطاب رضي الله عنه ما كان له أن يفعل ذلك عن هوى ما كان يفعل ذلك عن هوى فقال أبغض الحلال لله عز وجل للطلاق وبالتالي ذكر أو داود رحمه الله الذي ترجمه كراهية الطلاق يبا هو ليس الكراهة في ذاته فالطلاق مباح ولكن قال للسبب الداعي لذلك الطلاق أو في غالب الأحوال أن الأسباب الدعية لذلك ألا وهي سوء المعاشرة وكذلك قل التوافق تلك الطباعة بالإضافة إلى أيضا الخصومات أو النزاعات التي قد تكون بين الزوجين ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في طلاق السنة قال باب في طلاق السنة ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق لمرأته ويحائد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عمر بن خطاب رضي الله عنه ما كان من شأن ابن عمر في تطيق لهذه المرة في حيل الحيل قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فذكر خلال هذه رواية كما بواب وترجم أبو داود رحمه الله قال في طلاق السنة وذكر أن هذا الطلاق الذي أوقعه ابن عمر رضي الله عنه على المرة يحايد هذا ما يعرف بالطلاق البدعي هذا ما يعرف بالطلاق البدعي وأن الطلاق يبقى طلاق السنة هو في حالة أن الرجل يطلق المرأة في طهر لم تمس فيه المرأة أو بعدما استبان حمل المرأة أما إن طلق المرأة في طهر قد مس رجل فيه المرأة أو طلق المرأة في حال الحجل فهذا طلاق البدعي نقول مخالف للسنة يبقى نقول أن الطلاق بيقع ولكن يأسم لمخالفة السنة يبقى الإسم بيقع الرجل لمخالفة السنة ولكن هذا الطلاق بيقع ولذلك قال وإن شاء طلق من المسيفة تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كذلك أيضا ذكر في رواينا ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأة له وهي حائد تطليقة بمعنى حديث مالك لواء السابن أيضا في رواية أخرى أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأة وهي حائد فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل يبقى نقول ليطلق في حال الطهر الذي لم تمس فيه المرأة أو بعدما استبان حمل المرأة يبقى نقول ده طلق السنة وعكس ذلك لو طلق المرأة في طهر ولكن مست فيه المرأة أي باشر فيه المرأة وجمع المرأة يبقى نقول هذا طلقهم بدعي كان ينبغي أن يمسك حتى طحيد المرأة ثم تطر إن أراضي الطلاق أو نقول أنه يطلق المرأة في حال الحمل لا يطلق المرأة في حال الحيد فانطلق المرأة حال الحيد بيأسم قلنا لأنه بيطول فطرة العدة على المرأة قلنا لأنه ده نوع من أنواع الإذا بيلحق المرأة نتيجة تطويل فطرة العدة على المرأة يبقى الرجل لو طلق المرأة حال الطور الذي مست فيه يبقى نقول هو في الحالة ده سيزيد في العدة عدة هذه المرأة لو طلق المرأة حال الحيد أيضا سيطيل من فطرة العدة على المرأة وذا إذا يلحق تلك المرأة فبيأسم الرجل لو طلق المرأة حال الحيد أو حال الطور الذي مست فيه المرأة وأنه دايما مخالفة السنة بتأتي بالوبال على الإنسان في غالب الأحوال لو الإنسان تملك الإرادة وأنه إن كان هناك إشكال بينه وبين مرأتي دايما بيندفع ثم يطلق في الحقيقة الطلاق يعني شرع كعلاج الطلاق أساسا شرع كعلاج لم يشرع ذلك الطلاق من أجل العقوبات في أغلب الأحوال أن الطلاق بيستعمل كعقوبة وكأن دي عقوبة الرجل حيعاقب المرأة كنتيجة هذه مشاكلة بينه وبين إمرأتي فعند ذلك لا يجد إلا لفظ الطلاق فيطلق على أساسه المرأة نقول الطلاق ده علاج قلنا لما استحالت العشرة في ظن الرجل والمرأة فعند ذلك نقول السبيل إلى ذلك والخروج من هذا الأمر هو التفريق بين الرجل والمرأة فده عبارة عن علاج قلنا لأن الزواج عبارة عن شركة بين إثنين حالها حال الشركة وبالتالي نقول شركة بين شركين وبالتالي بنضع البنود بنود وأسس إدارة تلك الشركة في حال الاختلاف وبالتالي نقول استحكم ذلك الخلاف بين الشركين يبقى كيف يتم فض الشركة دون أن يكون هناك سباب أو تقابح ولكن في غالب الأحوال أن الطلاق لما بيقع بيقع كنتيجة وكأنها عقوبة بتصدر من الرجل على المرأة عقوبة دايما كده تجد أن الطلاق بيقع حال الغضب الشديد الطلاق بيقع حال الغضب الشديد ونقول على ذلك لما يطلق يبقى يطلق كده نقول فيه دواعي دفعته إلى ذلك التطليق لا يكون نتيجة مخالفة أو نقول إشكال بينه وبين مرأة لكن لما يطلق كأن العشرة قد استحالت بين الطرفين كأن العشرة قد استحالت بين الطرفين فعند ذلك نقول حنفصل بين الشركين نفصل بين رجل مرأة لكن الطلاق لم يشرع كعقوبة بيقع رجل على المرأة وإلا بتجد دايما يعني قل ما نجد حالة من حالات الطلاق إلا هو وقع في حال الغضب ونجد أن ذلك الرجل بعد تطليقي يأتي لينظر كيف يكون مراجعة المرأة فنقول يا ترى لماذا طلقت المرأة حتى تعود بعد ذلك في الطلاق حنجد أسباب كلها وهي وكان ذلك من تحريك الشيطان لكل الطرفين تحريك الشيطان لكل الطرفين المرأة تتحكم ثم تطلب الطلاق وعند ذلك الرجل يجيب أو أن الرجل يلحق الطلاق بالمرأة ابتداء نتيجة الغضب ونتيجة هذه المشحنة بينه وبين امرأتي ونقول لو إحنا أساسا لما نخلف السنة حنجد قل ما تقع مسألة الطلاق قل ما تقع قل ما لو كان الرجل كده لأن المرأة يعني قل ما نجد المرأة إلا على حال حيط أو لو كانت في طور نقول هذا طور قد مس فيه الرجل مرأة يعني في غالب الأحوال نجد أن إحنا لما نجي نطلق طلاق السنة حيجد لو كان هناك إشكال بينه وبين زوجه فحينظر الآن أراد أن يفرق التفريق بينه وبين امرأتي حينظر الآن حيارى المرأة حال الحيد فحيسكن حتى نقول تطر المرأة من الحيد نقول دي فطرة زمنية كافية حتى يسكن ذلك الغضب عند الرجل نقول والله ينظر كده أراد أن يكون التفريق بينه وبين امرأتي حينظر كده يقول المرأة في طهم ولكن هذا طهر مست فيه المرأة فعند ذلك حيمسك لا يقع الطلاق حتى نقول تنتهي تلك الفطرة وتأتي الحيدة ثم تطر منها المرأة نقول فطرة زمنية طويلة حيسكن من خلالها ذلك الغضب وأن الآن دايما كده حنجي يطلق الرجل ويأتي مسرعة كيف تكون المراجعة نقول على ذلك طب إيه اللي دفعك للطلاق وإيه اللي دفعك للمراجعة هل يطرى الإشكال اللي كان من أجل اندفع الرجل وطلق المرأة وزيلها ذلك الإشكال طب وزيلها ذلك السبب نقول لا هي أسباب وهي وبالتالي نقول تحريك الشيطان لكلا الطرفين ففي حال الغضب قلنا بيذهب جانب من عقل الإنسان حال الغضب الشديد يذهب جانب من عقل الإنسان نقول لا تطلق إلا وأنت ساكن النفس بعد نقول ذهاب الغضب لأن حال الغضب قلنا القرار بيبقى دايما قرار خاطئ يعني نجد أن القاتل ده ما قتل إلا في لحظة الغضب ثم يعقب ذلك الندم قلنا نفس القضية في الطلاق يطلق حال الغضب وبعد كده يعقب الطلاق الندم ويطلب بعد ذلك المراجعة نقول الطلاق ده ما كانش عقوبة لم يشرع لنا كعقوبة ولكن كعلاج نعالج ذلك الموقف استحالة العشرة بين الطرفين فكانت تلك المفارقة إلا كانت تلك المفارقة وإلا كما بي لنا ربنا سبحانه وتعالى إمتى حنصل إلى هذه المرحلة إمتى نصل نقول الله ده في وسائل ربنا سبحانه وتعالى رخص في هذه وسائل الرجل أن يؤدب بها المرأة يبقى نقول الله فيه أمور حنؤدب من خلالها المرأة يبقى كان بالوعظ والإرشاد والتخويف وبعد ذلك حنوجر المرأة في المضاجع بعد ذلك حيكون الضرب قلنا والله لو استحكمت بعد ذلك الإشكالات يبقى هنا حيبقى فيه حكم من أهلي وحكم من أهليها قلنا على أساس أنهم ينظر في أمرهما فعلى ذلك وتكون التوافق بين الطرفين قلنا دايما الإشكالات بتحدث كنتيجة أسبابتها فيها أسبابتها فيها ولكن الشيطان كما قال وكما بي لنا ربنا سبحانه وتعالى يفرقون بين المرء وزوجه إبقى ده سعي الشيطان إحنا لو إحنا بنتعامل من خلال الآيات ونفهم ما تدول للآية فعلى ذلك نقول قل لما يقع ذلك الطلق قل لما يقع ذلك الطلق ولكن النوافع دايما نقول الغضب وكذلك عدم الوقوف عند الحدود تذكر دايما عمر بن خطاب رضي الله عنه لما قال للحر بن قيس قال يمير الممنين إن الله تعالى قال النبي خذ العفو أمر بعرف وأعران الجانين وما أرى هذا إلا مجالين فيقول عبد الله بن عباس والله ما جاوز عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الله هو ده أصل التعامل لكن تتبقى وقاف عند آيات الله سبحانه وتعالى يبقى نقول نعلم أن الشيطان بيحرج بين الزوجين وبيحاول أن يفرق بين الزوجين يفرقون بين المرء وزوجه كما قال ربنا سبحانه وتعالى يبقى الواحد بينتبه دايما من تحريش الشيطان ويمعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان كيف بيضع ذلك العرش على الماء ثم يرسل الصرايا والبعوث وبالتالي بيأتي أحدهم يقول ما زلت بفلان حتى تركتوه ويقول كذا وكذا يقول لا والله ليس ذلك بشيء يأتي الرجل فيقول ما زلت يأتي الشيطان فيه يقول ما زلت بذلك الرجل حتى فرقت بينه وبين الزوجين يقول نعم أنت ثم يتنين من مجلسك يبقى نقول الشيطان كده بيفرح لما يأتي ذلك الشيطان الذي حرج بين الزوجين حتى كانت المفرقة وكانت تطليل الشيطان نقول يبنيس فيه أفرح بذلك الرجل الذي أوقع بين الزوجين إحنا لما نيجي نقرأ روايات دهية يبقى ترى إيه العمل من خلال هذه روايات يبقى إحنا بننتبه كده ساعة الغضب انتبه الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يبقى لما أوصى الرجل ونصح الرجل قال لا تغضب نقول كلام مرة ثانية قال لا تغضب قال العلم مرة ثانية قال لا تغضب قلنا كلمة جامعة قلنا دي الوعظ كان الوصية بكلمة واحدة قال لا تغضب لا تغضب إزاي أنا أمارس بقى الكلام ده هوت وإزاي فعلا أحاول أن أذهب ذلك الغضب قلنا فلان ده سريع نرفزك سريع الغضب السوء عصبي قلنا كلها مبررات وهي يعني مبررات ما ينبغي الرجال نتكلم بمثال هذه كلمات نقول لكن السنة قالت لا تغضب يبقى في الحالة دي ينبغي أن أنا أعالج الغضب اللي عندي ينبغي يبقى فيه نوع من نوع الأدب يتأدب الإنسان مع كتاب ربي سبحانه وتعالى ويتأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقول عند ذلك هذه ليست من رجولة كما بيظن البعض قلنا سرعة النرفزة أو العصبية أو سرعة الغضب لا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا الرجل قوي كما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم وكما يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده القوي إننا أمالك الإرادة وإن الدين يعلمنا ذلك الكلام نتخيل كده لو كان الإنسان مطيع لرب سبحانه وتعالى مطيع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك نقول يبقى ليه حدود أنا لا أتعدها إذا ما إحنا لنا حدود ما بنتعدهاش حال الفرح والسرور حال الغضب كذلك أنا ليه حدود ليه حدود نقول والله من غضب الشديد كده سب الدين من غضب الشديد ضرب فلان من غضب الشديد نقول لطن مرة على وجهها كل دي مخالفات هل الغضب بتاعه يسمح لذلك حال الغضب أن يفعل هذه الأفعال نقول لا أنت عبد يعني تذكر دايما أنت عبد لما بنغضب أنا عبد برضك ليه حدود يبقى خط أساسا مرسوم لا أستطيع أن أتعدى ذلك الخط حتى في حال الغضب أنا عبد أنا ما بخرجش عن العبودية في حال الغضب وأنا ما بعبد في حال الفرح والسرور لا حال الفرح والسرور أنا عبد حال الغضب الشديد أنا عبد قلنا ما فيش أبدا يعني ممكن لحظة ولحظات أخرج فيها عن طور العبودية أنا عبد أتعبد ربي سبحانه وتعالي حال الغضب يبقى ينبغى أن تتصرف تصرف العبد يبقى حال الغضب تتصرف إزاي يبقى أقول التصرف ما ينبغي يتعدى من خلاله الحدود المرسومة أو الحدود الشرعية المشروعة فعلى ذلك نقول يبقى لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول ده خلق إن كان في الإنسان يبقى ده خلق زميم الغضب الشديد فعند ذلك نقول الغضب يكون إذا انتوكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى فنقول يبقى ده علاك إن كان والله سريع كما يقولون النفذة سريع العصبي أو غير ذلك من كلمات المبررات الواهية نقول على ذلك لابد من علاج الموقف إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب فقد وضع لنا الأسس التي من خلالها يبقى نظهر ذلك الغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى يبقى فين نقول والله حلم الإنسان فين أيضا المواد ده فين الألفة فين الترابط فين التراحم يبقى نقول إن أصل الزواج ده أقيم على قيم أصل الزواج أقيم على قيم كما بيانها لنا ربنا سبحانه وتعالى القيم دي مش حال الصرور والفرح نقول في كل الأحوال تتعامل فيها الرجل مع المرأة حتى لو كان نوع من أنواع الغضب بين رجل ومرأتي عند ذلك نقول القيم دي لا تنسى هذه قيم لا تعزل عن الحياة أو لا تعزل حتى عند الإشكالات أو المنازعات بين الزوجين ربنا سبحانه وتعالى كما بيان ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في مودة في مودة قلنا احنا بنسعى إلى تأكيد هذه المودة وإلى استزاز هذه المودة خاصة مع طول الفطرة الزوجية مش مع طول الفطرة الزوجية هيبقى فيه نوع من أنواع الكرة أو البغض بين الزوجين لا نقول ده يتأسس هذا وهذه الدعمة تؤسس بالقيم وتزداد أيضا مع طول العشرة نقول ده خلق الإنسان المسلم يعني إحنا بنتعامل مع الرب سبحانه وتعالى أنه هيظهر من مرأة أشياء كثيرة يظهر من المرأة أنه ده أمر ربنا سبحانه وتعالى جاب النساء مساء على الغيرة وكذلك النساء نقصاتهم عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطرع عليها بعض الأحوال والمرأة خلقت من دلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه الوصف ده يبقى ده موصوف للرجل حتى يعني ينظر كيف يتعامل مع هذا المخلوق يبقى خلقت من دلع أعوج يبقى فيه عوجاج ولن تستقيم لك على طريقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في الأمر أنه ألحظ أحوال المرأة ثم أقوم لو إزداد ذلك العوجاج المطلوب أننا لنقيم هذا العوجاج وأنها تستمتع بها وهي على عوج ولكن كل ما في المسألة أنه أحرص أن أحافظ على ذلك العوج حتى لا يزداد إن إزداد يبقى يقوم بترجيع المرأة مرة ثانية أو بدفع المرأة مرة ثانية حتى تعود إلى طبيعتها التي خلقت وجبلت المرأة عليها قلنا الرجل مطلوب أن يستقر من حال المرأة ويدفع عنها الأذى نقول يدفع عنها الأذى ويدفع عنها أيضا يعني حتى لا يتلعب بها الهواء أو يتلعب بها الشيطان فيبقى طلاقي السنة نقول ساعة الغضب أنت تذكر نكن تعب تذكر كده وإلا حتأسم يقع الطلاق ويأسم الإنسان أو ذلك الذنب هذا ذنب يقولنا نتيجة المخالفة فأكثر حالات الطلاق بتقع نتيجة المخالفة ونتيجة أيضا عدم التربية على الكتاب والسنة لم نربع على ذلك لما قال لا تغضب يبقى الكلام ده موجه إلي ما كانش موجه لذلك الصحابي الذي طلب تلك النصيحة من النبي صلى سلم ولكن نقول نصيحة أضيت إلى ذلك رجل ولكن نقول إنها أساسا نصيحة لابد أن تستوفى عن طريق كل من تصل إلى مسمعي هذه نصيحة من النبي صلى سلم وكذلك ليس شديد يعني بالسرعة مش شديد القوي ده قوي البنيان هيهزم الناس ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب عند الغضب بقى حالك إزاي نقول بيتلعب بك الشيطان حالك كحال الريشة في مهب الريح حالك كحال الآلة كده بحركك الشيطان قلنا في غالب الأحوال القرار حال الغضب نقول هذا ليس قرار قد صدر الإنسان ولكن نقول نتيجة الإنفعال عشان كده بيعقب هذا الأمر لما بيسكن للغضب نجد أنه بيعقب ذلك الندم وجميع حالات الطلاق يعني تجد جده جميع حالات الطلاق أن مجرد أن الرجل أطلق هذه الكلمة نقول سكن الموقف تماما يعني لما بيجي نسأل كده تجد سكن الموقف تماما ما حدث بعد ذلك الأمر لا شيء غير أن الأمور سكنت مباشرة أول ما أطلق كلمة الطلاق سكنت الأمور قلنا كأن الشيطان قل كذا قل كذا قل كذا لغاية لما قال هذه الكلمة بعد ذلك يسكن الغضب أين كان ذلك الغضب يبقى نقول ده ما كانش غضب حقيقي ده كان كده كأنه غضب مفتعل غضب مصطنع وبالتالي بيذهب مباشرة بمجرد نطق رجل هذه الكلمة تسكن الأمور أين المشكلة بقى فين أصل المشكلة تجد أنك انت بيبقى صراب صراب ولكن تلعب الشيطان بالطرفين قلنا والشيطان لم يتلعب بطرفين إلا كنتيجة المخالفة دايما كده قلنا انظر للنتائج إن كانت نتائج فاسدة اعلم أن لها مقدمات فاسدة فنجد هذا من تلعب الشيطان ونقول ذلك التلعب كنتيجة المخالفة ساعة الغضب اسكن ساعة الغضب كما قال وكما بيّننا النبي صلى الله عليه وسلم إيه العلاج نقول الله لو كنت قائم هتقعد لو كنت قاعد تتضجع وكذلك الإنسان يأتي ثم يتوضى يبقى يتوضى قلنا هذا حيطفع عند الإنسان ذلك الغضب فيه علاج لكن هو لا يتناول علاج لا يتناول علاج ونقول على ذلك يبقى الدين مخالفات لا تأتي إلا بالوبلع الإنسان والنجاة كله يكمن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده الطريق دايما هذا هو الطريق ولذلك احنا عارفين إن العدوة بنده من الشيطان هي العدوة فيه أيضا هذه صورة من صار العدوة والشيطان قلنا عنده حرص شديد على أن يفرق بين الرجل وبين امرأته نقول إزاي نحن نفوت هذه الفرصة على الشيطان يبقى أنا عارفه نقول ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى إحنا الشيطان لما نرى نرىكم وقبيلوا من حيث لا ترونهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى لكن نعلم مصائد الشيطان أعلم مكائد الشيطان عارف إيه أدوة الشيطان عارف وسائل الشيطان عارف خطط الشيطان كل ده هو أمر موصوف إليه هل يطرى من باب الثقافة العامة باب المعرفة ولا إحنا عشان نحضر ذلك الأمر يبقى يا أيها الذين أخذوا حذركم يبقى ناخذ حذرك كده من الشيطان ويعارف كويس نقول متأكد عندي كده وأنا على يقين أن الشيطان يحاول أن يفرق بيني وبين امرأتي فعلى ذلك نصدر منها شيء نقول إزاي نفوت على الشيطان هذا الأمر إزاي تفوته يبقى لكن نقول والله يبقى حنجد أن العتاب الشديد ينقلب بعد ذلك إلى شحناء ينقلب إلى سباب ينقلب إلى شات موسب لغير ذلك فيندفع رجل عند ذلك بالطلاق نقول ربنا سبحانه وتعالى أبين أن الطلاق ده علاج حتى لو كان نقول وكأن الأطراف لم ترى هذه المصاحبة أو لم ترى أن هذه العشرة سوف تدوم نتيجة كذا وكذا نقول ربنا سبحانه وتعالى أبين أن رجل لو طلق المرأة عند ذلك أمر الرجل أن لا يخرج المرأة من بيتها قلنا لماذا قلنا عسى أن يعود بعد الطلاق نقول الطلاق ده كنتيجة علاج وبالتالي نقول أنه في حال في حال عدم الغضب وفي حال نقول كده السكون أخذ القرار أن يفرغ بينه وبين مرأتي فعلى ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى أبين أنه لما تكون تطلق رجعية الرجل مأمور أن لا يخرج المرأة من بيتها خرجهاش لماذا؟ قلنا عسى يعني أن يحدث بعد ذلك التوافق عسى أنه يكون المراجعة وبالتالي يخرج الرجل المرأة من بيتها في حال للطلاق الرجعي هو بيبقى موجود في البيت وهي موجودة في البيت أساسا لكن ممنوع التعامل ممنوع التعامل ممنوع التعامل كزوجة لكن نقول أنه هي وكأن الفطرة دي فطرة كأنها فطرة أجازة كده فطرة أجازة يبقى الرجل عند ذلك يفكر بهدوء ومرأة تفكر بهدوء لما يرىها عسى أن يحن الرجل مرة ثانية وعسى أيضا أن تندم المرأة وتتأسف على ذلك تصلح من شارية ثم تكون مراجعة بين الطرفين يبقى كل الوسائل عشان نقول يؤدم بينهم عشان نقول والله هذا الطريق أو هذه الشركة لا تنفض بين الطرفين وإن كان في نوع من أنواع المخالفات أو المنازعات عند ذلك كيف نقوم ذلك رب كل ما في المسألة أنك أنت تحقق هذا الأمر عن طريق العبودية تتعبد ربك سبحانه وتعالى ولذلك هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عمر خطاب رضي الله عنه ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال مره فليرجعها قال أمر الصحباب عند جمع من الحنفية وبيه قال الشفعي أحمد يقول هل الأمر بالأمر يفيد الوجوب يبقى هيفيد الوجوب ولا لا يفيد الوجوب نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر قال مره فليرجعها يبقى نقول هذا أمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يأمر ولده بمراجعة تلك المرأة فلذلك قال مره فليرجعها هذا أمر استحباب يعني من عمر صدر منه يبقى دعا الاستحباب وليس الوجوب ولكن بالنسبة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل ذلك فهيأمره الأمر سيستقبله ابن عمر وكأنه أمر للاستحباب وليس للوجوب ولكن أمر عمر للوجوب كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروهم بالصلاة السبعة أضرهم على العشر يبقى الأمر هذا لأولياء فهنا سنؤمر الولد لكن الأمر هذا وجوب على مستقبل ذلك الأمر لو على الرجل على الولي يبقى امروهم بالصلاة السبع يبقى انا مأمور ان امر ولدي بالصلاة السبع ده بالامر في حق انا اساسا حيبقى على الوجوب لكن قال العلماء الامر بالامر يبقى ده هيكون على الاستحباب كما قال جمع الحنفية وكما قال الشفعي واحمد قال وصح المراجعة واجب عملا بحقيقة الامر رفعا للمعصية كما قال البعض قال رفعا للمعصية بالقدر الممكن ثم يمسكها حتى تطهر اي من الحيضة التي طلق فيها ثم تطهر ثم انشاء امسك بعد ذلك يبقى بعد الطهر من الحيضة يبقى وطلق في الحيض فامر النبي سلسلة ان يراجع وبعد المراجعة حيراجعها في الفطرة دي يبقى حتيجي الطهر بعد الحيضة اللي وطلق فيها وراجع فيها المرأة يبقى قال الطهر ده يبقى لا ننظر اليه حتى تأتي الحيضة الثانية للمرأة حتى بعد ذلك تطهر منها فانشاء بعد ذلك طلق وانشاء امسك يبقى نقول فطرة زمنية لما تمدي هذه الفطرة هنجد ان هي النفوس ساكنة ويبدأ نقول والله عسى ان تكون المراجعة وفي غالب الحوال حيكون امشاك الرجل لامرأته قالها قد اختلف في الحكمة في الامر بالامشاك فقال الشفعي رحمه الله يحتمل ان يكون اراد بذلك اي بما في رواية نافع ان يستبلها بعد الحيضة لتلقى فيها بطور تام ثم حيض تام هي يكون تلتقها ويتعلم الدتوة اما بحمل او بحيض او ليكون تلتقها بعد علم بالحمل او غيره جاهد بما صنع او ليغلب في الحمل اذا انكشفت حاملا فيمسكها لاجلي يعني معنى حتى كيفية تستقبل المرأة العدة يبقى لما نطلق المرأة قالها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء يبقى الرجل لما بيطلق المرأة يبقى مفترض كده لو طلقها في حال طهر لم تمس فيه او في حال حمل يبقى مجرد بداية التطليق كده هتستقبل العدة تحسب بقى على طول العدة غير لما يطلقها في طهر مست فيه او طلقها في حيد قلنا عشان يطلقها في حيد يبقى الفطرة دي تطول عدة كلها امتى تحتسب العدة تحتسب العدة من الحيدة التالية يبقى كأن الفطرة الزمنية انت طولت العدة على المرأة لو طلق المرأة في طهر ومست فيه المرأة يبقى حنتظر لغاية لما ياتي الحيد ثم الطهر يبقى طول الفطرة الزمنية يبقى دي فطرة زمنية نقول اطالة بها الرجل المدة العدة على المرأة ولكن كما بي ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل مطالب أن يطلق المرأة في العدة فطلقهن العدتهن يبقى يتكون مستقبلة للعدة مباشرة يبقى أول ما الرجل أطلق الطلاق على المرأة فكانت في استقبال العدة وماشرة ما فيش فطرة زمنية طويلة مش نطول عليها فطرة مش هنزود عليها فطرة لما خالف المخالفة طلق في الحيضة وفطرةâlة المستثمر مرأة يبقى عن يقول يطول للعدة لان في ايام في فطرة زمنية مش هتحتسب لسه ما استخلتش العدة حتى الان يبقى لما يطلق في الحيض كده مش هتحتسب ولا تقرن لبعضه حيحتسب ده كل ده اساسا يمضي الفطرة غاية لما تأتي الحيضة التالية طب الفطرة الزمنية دي لحساب مين يبقى ده ضرر ألحق بتلك المرأة فعشان كده يبقى ده مخالفة يبقى انت طولت عليها الفطرة طولت على الفطرة لكن المطلوب كما قال ربنا سبحانه وتعالى قال فطلقهن العدتين يبقى ان تكون المرأة مستقبل العدة اول ما يقع التطليق يبقى تستقبل العدة مباشرة ما فيش فطرة زمنية اساسا انحق فيها ضرر بالمرأة وهذه فطرة نقول موقوفة فيها المرأة لا تفعل شيء فعلى ذلك قال يحتمل ان يكون اراد بذلك ان يستمرق بعد الحيضة التي تلقى فيها بطهر تام ثم بحيض تام يكون تطليق المرأة تعالى مداتها اما بحمد او بحيض عشان تبدأ تستقبل العدة يبقى ده اساسا ادي طلاق السنة وطلاق السنة يبقى العدة نقول هتستوفيها بمجرد ان يقع الطلاق تبدأ على طول في حساب العدة لو نقول الطلاق البدعي هيطول الفطرة دهية يبقى نقول والله لماذا الحقت هذه المضارة بالمرأة لماذا الحق فبيأسم وايضا نقول لانه وقع في ذلك المحظور وكل الحكمة في ذلك قال تصير الرجع لغرض الطلاق اذا امسك زمانه يحله فيه فيه للرجل طلاق المرأة ظهرت في ذلك الرجع لانه قد يطول مقامه معه فيجامعه فيذهب ما فيه نفسه فيمسكها يبقى نقول على ذلك دايما طلاق السنة فيه فوائد كثيرة جدا منها هذه الفائدة وانه يبقى الرجل مس المرأة في هذا الطور اراد بعد كده حدثت منزعة بينه وبين مرأتي حب يطلق المرأة نقول انتظر انتظر وقال لعشان ما تقعش في الاسم ننتظر كده نغاية لما تقت الحيدة وتطور منها المرأة عند ذلك ارادنا ان تطلق فلتطلق قلنا فطرة زمنية طويلة لان المرأة قل لما تجد المرأة الا بين حيد او بين طور المست فيه المرأة يبقى قل لما تجد المرأة الا بين حيد او طور المست فيه المرأة في طور بجميعها رجل لو كان في حيد فهتجد ان المرأة دايما بتنتقل بين هذين الامرين اما حيد واما طور المست فيه المرأة فلما انا اتعامل مع الحدود الشرعية وأقف عند الحدود التي بيانها لنا ربنا سبحانه وتعالى عند ذلك حدثت مشاكلة نقول عند ذلك يا في حيض الآن يبقى نقول حيمسك لغاية لما تطور فطرة زمنية كفيلة بسكون النفوس نقول الله في طور مست فيه يبقى أمنوع لغاية لما يتمضي الفطرة دهيت وتأتي الحيضة وتنتهي الحيضة نقول فطرة زمنية كفيلة أن تسكن هذه النفوس تسكن النفوس وبالتالي نقول لأن علاج الإشكالات دي كلها دايما هو هدوء العصار وعلاج المشكلة كلها عن طريق بس فطرة زمنية يمنح رجل لنفسي قلنا ليه التفكر والتعقل فنقول أن الشارع من رحمتي بالعباد عند ذلك أعطانا هذه الفرصة طب إحنا نضيع الفرصة دي إزاي ليه نضيع الفرصة دي من بين أيدينا نقول فرصة يبقى على ذلك نقول ألا أعلم من خلق اللاطيف الخبير قلنا لما نيجي نتعبد لعز وجل بذلك أقول أن أنا أقف عند حدودي عند حدودي لو طرك الأمر للناس قلنا على ذلك يبقى خراب في البيوت خراب في البيوت والديار ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى من رحمتي يعني يعلم أن الشيطان قد يحرك الإنسان إلى أفعال خطيئة أو قوال خطيئة فعند ذلك وضع لنا حدوث يبقى كأنها فطرة أمان فطرة دي كأنها فطرة أمان قلنا عشان بتسكن نفوس قلنا بالله بتهدى بقى عند ذلك الغضب بيهدأ الإنسان من غضبي وبالتالي هيفكر بعقلي يفكر بعقلي فدي منحة من رب سبحانه وتعالى فلما يتعدى الإنسان للحد لماذا تعدى الحد قلنا حاله كحال الذي يطلق ويجمع هذه التطلقات الثلاثة في لفظة واحدة طب أنت بتستعجل أمر ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في سعة طب أنت بتضيق الأمر ليه والأمر في سعة يبقى هذا الرجل يطلق المرأة ثلاثا في لفظة واحدة في لفظة واحدة فعند ذلك نقول لله لماذا تستعجل إيه لماذا تستعجل الأمر ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الطلاق قلنا عشان لما المعاشرة يبقى نقول يعني الرجل لم يقوى على معاشرة المرأة بصورة طيبة أو المرأة لم تعاشل هذا الرجل بصورة طيبة نقول عند ذلك فضي ذلك الأمر عن طريق الطلاق كعلاج ولكن نقول عندك فرصة أخرى وأن بعد الطلاق بتبدأ نوع من أنواع المراجعة وكذلك المرأة بتنظر إلى الحال اللي دفع إلى ذلك أو الرجل ينظر إلى الحال فعند ذلك نقول حيزيل السبب فيعود مرة ثانية لكن غير لما جمع الطلاق مرة ثانية بثلاثة في دفعة واحدة نقول لك طب انت ضيقت على نفسك أمر ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في سعة لماذا تضيق على النفس قلنا طبعا ده لشك من ظلم الإنسان لنفسي إنه كان ظلوما جهولا جهل الإنسان وظلم الإنسان لنفسه فنقول في لحظة الغضب قلنا لابد أن يعقب ذلك الندم لا محالة إن كان قرار أخذه الرجل في حال الغضب فدي فرصة قلنا والله ادي نفسك المهلة طعت النفسك المهلة قلنا الشارع لما أعطانا كده الرجل طلق مرة طلق رجعية نقول والله ده فيه فطرة زمنية الفطرة دي نقول فطر السماح الرجل يراجع المرأة فيه في هذه الفطرة فطر السماح نقول والله في الحالة دي ناخد الوقت الكافي عشان نعالج الأسباب وبالتالي أيضا نزيل الأسباب حتى إن كانت المراجعة كانت المراجعة بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك الطلاق قلنا فرص منح ولكن نقول وكان الإنسان عجولا استعجال الإنسان استعجاله استعجاله في الطلاق استعجاله في الرجعة دون أن ينظر الأسباب يدفع إلى ذلك قلنا حتى لا تتكرر الأسباب حتى لا تتكرر الأسباب فلذلك قرى الحكمة تصير الرجعة لغرض الطلاف إذا أمسكها زمانا حين لو فيه طلاق المرأة ظهرت فإذ الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذا ما في نفسه فيمسكها قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما قال فطلقوهن العدتهن أي أن المرأة تكون مستقبلة لعدتها حتى لا نطيل العدع مرأة فيلحق الأذى تلك المرأة ونستكبل إذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام التي في تلك الرواية المرة القادمة نكتب بذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر